السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناروا بسرعة جميل مع كل يوم مقطع جديد من سلسلة الطريق إلى العالمية الحلقة السادسة من هاي السلسلة فابتمنى قبل ما ندد دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة زي ما كنتم مشتركين الدعم السلسلة شوي نازل مقارنة بالحلقات الأولى وبصراحة دعم القناة بشكل عام نازل بالفترة الأخيرة لدرجة يعني مطبيعية فكل واحد ياريت أنك تضغط على زر لايك واشترك بالقناة زي ما كنتم مشترك عم حاول نزلكم والله مقطعين كل يوم شاء نشوف دعم حلو فلا تقصر معي يعني بالدعم فطبعا اليوم أنا شغلات كتيرة بدنا نساويه صار معي 24 ألف كوينز رحقلكم اللي عملناها بالحلقة الماضية بتذكروا لما فتحنا الجوائز سكواد باتلز فطلع لي منه لاعبين وبعناهن مفروض بيعتهم كلهم في منهم جاب أهدا ألف كوينز ألف كوينز تسعمية كلهم يعني ما جابها الكوينز لكتير وبشكل عام كنا عاملين تحديات فصار معي 24 ألف كوينز ولعبت بمبارح شوية مباريات بالدفجن رايفلز أو بالسكواد باتلز عفوا لأن الدفجن رايفلز وقت التصوير بس بالعب فشايفين صار معي 5000 نوطة ولسه السكواد باتلز مطول فيعني شي حلو اللي عملناه يعتبر وعندي شوية طلعلي باك تقريبا من مهمة من المهمات وفي بعض المهمات خلصت لازم أنهن أخد جوائزه تمام فخلينا نشوف مع بعض عطوني هون وصلت للليبل اللي هو التاسع فبيعطوني حزمة لعبين ذهبية ليست للمقايضة تمام هاي ممكن تعطيك 10 لعبين واحد منهم نعمل مع أو تقريبا هيك شي فصار معي بكجين حاليا بالسوق يعتبر جيدين رح لكم كمان للاختراحات في عندي بكج هذا في لعبين واحد منهم نعمل مع عندي هذا كله لعبين واحد منهم نعمل مع ان شاء الله أنه يجيني شي يعني يساعد أهم شي دوري إنجليزي أي شي دوري إنجليزي أوكي ما فيه لا شاشات ولا شي بس أنه يكون لعب جيد شو ما كان يا جماعة هذا كنت بدي أشتري يو الله شوف من دوري الإنجليزي سرعته 92 يا جماعة هذا كان سر قدي 6000 كوينز مدري قدي 7000 كوينز سعر يا جماعة كنت بدي أشتري شوف ولا طلع لي بكج الحمد لله ما اشتريته الحمد لله يعني فتحت البكجات بعدين هاي طيب يا جماعة هاي التشكيلة اللي كنا عليها بآخر الحلقة ناضية بعض التطويرات في تطوير حالا لازم أنه نساوي اللي هو هذا الاربي دفاع عنده جيد إذا بعطيه بطاقة كمان بتزوده زيادة فشي جدا حلو رحقلكم على كافة الاقتراحات اللي إجتني أول شي مبدئيا بدي بيع غري خلص ما تبدي غري بالنادي شكرا لكل اللي قدموا 22 مبارا 22 جول و 15 أسات هذه هي حصائيات ممكن تشوفوها منيحة بس هو داخل ملعب ما بيسجل إلا من لمس لما لعب له باص من أحد اللعبين إنما شوفوا الميرون للريتن عنده 80 لعبان 22 مبارا مسجل 18 جول وصالع 23 فشي جدا حلو فأول اقتراح جاييني إني أعمل تحدي اللي هو ندم اللي تبع توتناهم هو التحدي الصعب بصراحة بس رح حاول أن يركز عليه شايفين أنا ما بعرف قديش بالوقت لسه ليخلص بس هو بصراحة تحدي شوي مرهق ممكن يكون أنا مخلص منه واحدة بس وفي بعض الشغلات قربت يعني هيبقى إلى واحدة هيبقى إلى أربعة كذا الشي ممكن لأنني مري مركز عليهم إذا ركزت عليهم ممكن أن يعمل شي فرح نحاول نركز شوي على تحدي بهاي الحلقة صهير ليسار جاني اقتراحات كتير عن اللي هو فان أنه هولت اسمه آآ لعب سريع بس إنه الدفاع والفيزي كان عنده شوي سيئين لعب جيد بس شفت لعب أحسن منه رح ورجيكم ياه هذا هو اللعب يا جماعة حسن اكي هذا بأربعة تالاف واربعمية والله صيدة هذا ممتاز لأنه أرخص واحد سيره أربعة تالاف وستمية بالسوق طيب من غير بطاقة من غير شي بس إنه داعب جدا حلو في مهمة اكتملت عندي المفروض آآ جيد والله طاقته جدا حلوة طيب بمعنى اشتريت ظهير يسار آآ لازم أن يبيع هذا أنا فرح أرضه بألف وثلاثمية كوينز وخليه ينباع فورا حاليا محتاج مهاجم رح ألكم على كل الاقتراحات اللي أجتني بالنسبة لمركز المهاجم ورح نشوف مين الأ أفضل منه ونختاره أول لعب جاني اقتراح عنه اللي هو ويلسون حاليا سيره بحدود لثمانة الاف كوينز في لعب ثاني نفس نظامه وطاقاته قريبة جدا ومن نفس النادي حتى بس إنه أرخص اللي هو جوشوا كينغ تمام خلينا شوف قديش سيره بالضبط لأنه سيره شفت إنه أرخص بالسرعة بتفوق اللي هو كينغ وثواني هاي وبالشوت بتفوق كينغ والباسات كينغ أيضا دريبل كينغ والفيزيكال نفس الشي والدفاع أعلى بواحد لويلسون ما بعرف ليش ويلسون غالي وهذا رخ بس أنا شايف إنه جوشوا كينغ طاقاته يعني جدا حلوة بصراحة وممكن إنه ينفعلي بشكل أكبر وبالنسبة للطول مية وأبعة وثمانين سنتيمتر بتعتبر أفضل من مية وثمانين يا رب ما حدا يزود عليه أخذه بأرخص من سيره بخمسمية كوينز يس يا حبيبي شوفوا شوفوا أدي سيره شوفوا مو موجود بأربعة تالاف وسبعمائة كوينز مو موجود طيب جبامين عم فكر إنه يستغني عنه حاليا رح جرب إني استغني عنه إذا لقيت الوضع رح يتضرر ساعتها آآ ما ما بيستغني عنه تمام خليها حاليا الاحتياط اللي عم فكر جيبه هون هو جيسي لينجرد ما بعرف أدي سيره بالضبط لأنه جيسي لينجرد كتير ناس هم يمضحوا فيه على عكس الحقيقة يعني هي نسخة بأربعة تالاف وثلاثمين هذا لينجرد بأربعة تالاف وخمسمائة كوينز اللي حلو بلينجرد إنه طاقاته هجومية تمام جدا حلوة بين لسبة للسي ام سرعة تمانين تعتبر ممتازة أربع نجوم مهارات طاقة بالمرة أي سواني طاقة بالمرة للظاهير اليمين بأرب طاقة تصير ممتازة وهذا ما لم يحتاج إلا شيء قوي بالدفاع والتشكيلتنا خلص جدا ممتازة باقي يوم متناشر ساعة حتى ينتهي الأسبوع ويوزعوا جواز الأسبوعية للديفجن ريفل فلازم نلحق نلعب مباريات كتير على أساس نحسن نجيب تصنيف حلو أوكي تشكيلة إيطالية على ألمانية على فرنسية والله شابك من كذا دوري عنده من دوري الألماني من دوري الإيطالي من دوري الفرنسي كمان أول هجمة وراء الشارلسون شدة بس يلا الحمد لله الله عليك يا شارلسون يا وحش الهدف الأول والله ما توقعت يسجلها بس حرفيا إنها بطريقة يعني روعة روعة بصراحة مارتينيز مديري كوكيزا هاي هاي كيف طلع من فوق مدافعي بس والله إنه أسطورة فارماني أخي لا يا أخي حرام عليكم في رابيو عمي حرد فيزيكال على كل عيبتي رح خليه تمام رح طلع لهو لينجارد لأنه لينجارد أكتر واحد حسيته سيء سبحان الله ما بعرف ليش رح نزل هازارد وخليه بمركز الكام بإزالي أوكي هنا هاتشوت أول حتى عادل حلو 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 يالله هازارد يالله هازارد يالله هداشني غبي حلو لأ يالله أخي اللاعب أسطوري والله العظيم روح روح يالله 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 يا أخي رهيب 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 اللاعب هنا في مكان خطير مسكها يا حارس مسكها قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم قول كأنه شايف كأني شايف أفساد صح الكرة تقترب من دفاعات الخصم كينغ مش ممكن مش ممكن يضيع عدد فرائع ولا الرابع السوبر والله الخصم ما له سهل والله ما له سهل على الأطلاق بس الحمد لله عرفان أنا ألعب اليوم شايفين توقعوا للكرة كيف يتحرك الكرة بشكل جدا حلو شايفين شايفين ما له سهل عاملكون يس يس أول مباراة فوز أربع واحد كمان مباراة جدا روعة يمكن أربع تسديدات لا خمس تسديدات لأنه في واحدة أجت بالعرض صح والله أنه لعب خطير هالريت شارلسون هذا هل تتكرموا علينا تعطوني شي حلو هالمرة ولا لأني معقول هلأ أنا بالدفجن السادس يعني والله العظيم حرام يعني 33 و 30 نقطة خلص بقي لي فوز جائزة هوني عشر مباراة رايفلز تيفو هزمة لعبين حلو في لعب ثاني مشكلة لأنه كل المهمات ما بيجي بولك شي طيب بما أنه قدمنا مستوحلو بدي أعمل شوي تحديات بناء التشكيلات لأنه لحد الآن ما بلشنا بأي شي ببناء التشكيلات تمام رح عمل التحدي اللي بيجي بالبداية وما بعرف هذا شو رح يعطوني عليه بالضبط هل في شي على الإيمي حزمة لعبان ماشي أوكي عطوني شوي تباكيجات هون كلهم سيئين فبس بدي أفتح هذا الباق اللي هو فيه لعب عميل ما خلينا نشوف بيجينا شي ولا اللعب اللي عمل ما ما رح يكون ذهبي أصلا أوكي لا اللعب اللي عمل مع ذهبي المرة أيوة قرب دوري إنجليزي جوفينكو أوبو قديش بطقوا كان سرعة تسعين طيب يا حبيبي خلصنا تقريبا من شوية تحديات بناء تشكيلات وأخذ وقت كتير ما بعرف ليش بس لازم نيرجع ركز على المباريات خلينا نروح على المباراة الثانية يا الله فندايك عنده لأ فندايك موجود بنادي مو أنه يعارة عنده مرشيال وبيبي وتيما بوكي يا الله هاي مباراة صعب الفوز روح 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 حلوة ياوحش علي الحارس أن في van daik ت��� realistic لا يا الله الميرون الحال هيا الله سقط فيه ولا ساقد عنده عالي بشكله ما بدي يهجم من جهة باندايك هاي موقف هاي لا الله يا فرمان فوقات المدافع شيلة ما بعرف كيف تركها له لا 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 لا، لا، كيف مرت خبطت بمدافعي يا تقدم فيها فرصة للعب كرة عرضية ممتازة هلوي جوميز وأخيراً لينجارد لعب باس مثل الناس محكم المباراة كاخ بدأ بايع ماذا السعب على الان؟ لا، لا، مو للأهداف البايخة هي لازم نزل هازارد آه يا ركتني منزله من أول مباراة هلأ روحت 45 دقيقة هيك على الفاط وينه 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 هازار؟ البحر هدف تحدي للكم يلا، ايدين يلا يلا هازارد يلا 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 والله يا شارلسون والله خفت يمسك الحارس والله خفت لا لا، هاي مالا داعي مني مالا داعي مني أوكي، بتتهي المباراة تعادل الحمد لله أني مخصر تعادل جداً قبلان ضد هيك تشكيلة بصراحة الحمد لله والله كينغ مباريتين صنع ثلاث أهداف بس إنه ما سجل فلسه رح أطيف الرسال لنهاية هاي الحلقة إذا عمل شي كان بها، ما عمل شي رح أضطر إني بيعه وحاول جب لي شي لعب لأنه معي 10 ألف كوينز بنحسن جبلنا شي لعب يعني ممكن يكون جيد نوعاً ما لكن الآن هدفي بس إنه نوصل للخامس اليوم ونوصل تصنيف تاني ما كنا نخلص بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله، لا بقى تجيبوا هيك تشكيلات شوف هو تشكيلته صح إنه يعني ممكن تشوفوه مو كتير قوية بس عنده لعبة كليتشات لدرجة خاصة هاد الجناح اليمين وعنده نطلع الميرون هالمرة ماشي، خلي كينغ وخلي ريتشارلسون وخلي كل الشباب الميرون ممتاز، بس بظل إنه حصلت قريب شوي ممكن من طريقة اللعب الاثنين كمراوغات وهيك فهذا أفضل تبديل يعني يلا 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 ريتشارلسون حرام عليك موسيقى داني روز سيلفا 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 موسيقى بناء جيد لهذه الهجمة موسيقى سيلفا نهي موسيقى السيلفا معلوم الرحمن كان سيلفا موسيقى أنا بتخبض طبعاً ولازم أنت ترجع له إنما لما بتكون معي العكس يس الله بقى كل أهدافه ملا داعي يالله وأخيراً قول وأخيراً قول سنتين المباراة ثلاثة واحد المباراة التأهل بيعملوا فيني نفس الحركة بيجيبولي أقوى تشكيلة بالحياة كينغ ما بدي ياه تمام خليني بيعه ورح أجيب اللي هو ويلسون هلا عرفت ليش ويلسون أغلى هاي نسخب 7600 هذا ويلسون ماشي إن شاء الله أنه يكون أحسن لأنه إذا ما كان أحسن يعني ما استفدت أنا أولا شي ساعتها ورح أطر بيعي اللاعبين ورجع جمع شويت كوينز وبنفس الوقت رحكون خسرت أصلاً كوينز يلا على المباراة كمان أوكي ها هاي تشكيلة ماشي معقولة من قوة تشكيلتي خل ساكت ها بأغلب وقت المباراة هاي خليني ركز لشوف هل رح يفرق معي الوضع ولا لا أتا الثلاثة تقليد يوني تعتمد على الأجنحة ممكن تقدم لو كمل كمل إيه إيه هاي الأهداف اللي بتسجل فيني روح ويلسون والله حلو ويلسون حلو عاجبني تحركاته ممتازة يلا لو يا ويلسون لا ويلسون ويلسون روح ويلسون روح لا يا ويلسون لا أنا كل ما هكون واحد صفر وبعد بضيع هيك آخرتها بخسر أو بتعادل سبحان الله بس لازم يا يا حبيبي يا الله عم بقطع عم بقطع خلاص ما في أي مجال للعبور وبيتهي الشوت واحد صفر والله ما بعرف إحصائياتنا أفضل بمراحل يعني بس مع هيك ما سجلت إلا هدف وحيد والله ويلسون حلو ويلسون عاجبني كأول تجربة حسيته أنه أخف من هداك كينغ بمراحل يعني دفاع دفاع يا الله أنا خلص خلص حرفيا اللعبة صارت كريهة بالدفاع هاي شو عمل فيها بالضبط ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف لأنه لعب حمار ويلسون 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 أكمل ويلسون ها إلهي ريتشارلسون لقد أترغب ناجع الكرة يلا يالا يالسون يا الميرون اكمل يا الله يالله عالفرصاح اوماي هذا كيف لعب الباص هيك كيف لعبوا هيك ووالله بحياته جربتها بالتدريبات جربتها بكل شي ما كانت تصبت اللي بيلعب الباسات مثل اللي بيلعبها ميسي ما بزبط تصبط بس هون اجت زبطة هلا يلا لا يا ريتشارلسون يا قبلة يا الهي حلو يلا الميرون يلا اخيرا واخيرا ها 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 اخيرا هاوي يلا يلا الله حسن الله حسن وعلا يلا ويل Shank ما فيبالأنتي هو ولا كيف ما عرف لعبي طارقل بس تنتهى المباراة بفوز حمدلativa من غير ما احتاج هزرد الميرون سجلي هاتريك ريتشارلسون صنع هدفين وويلسون سجل وصنع ويلسون عجبني اكتر من كينج بمليون مرة شوفوا الهجمات انتوا عشرين هجمة ادعش على المربع الحمد لله اني فزت بالاخير لانه كانت ثلاثة اثنين وكان ممكن يتعاذل واحده وثلاثين نقطة هون بعيدة عشرين نقطة بوصل ديفيجن خامس ايوه رح نوصل التصنيف لبعده اخيرا رجعنا عالتصنيف الثاني بعد معانات كبيرة بس انه الحمد لله التصنيف الاول بعيد ما بظن اني رح حاول وصلها الاسبوع لاني عمركز شوي على السكوات باتلز مشان لانه جوائز بصراحة جدا حلوة فعطوني كمان جوائز برا رح بيع اللي هو كينج تمام شان نكسب لنا شوي كوينز 22 فوزة سجل 6 خسائر و 6 عادلات يعتبر شي حلو بصراحة اوكي وهون في انجاز خلصنا من بين هاي الانجازات جيد نوعا ما رح حاول ركز على التحدي بظن يعني ممكن اني حاول ركز عليه تمام لانه في جوائز غير عن انه اللاعب في جوائز يعني شوية باكيجات ممكن انه يعطوني ايها شوفوا كيف هون عندك باكيج لعبين باكيج جامبو باكيج عادي فيعتبر شي جيد وهون ايضا عاطيني شي اوكي يا حبيبي عندي باكيج 7500 عطوني ايها التحدي يا رب انه يعطيني شي لاعب عليه الكلام بسم الله في لعب عامل مع ببداية في لعب عامل مع باذن الله ايوا في لعب شاشات يا جماعة يا رب انه لاعب عليه الكلام سوكراتيس اللي انه سوكراتيس مدافع ارسنال حلو حلو مدافع ريدنج 84 ممتاز 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 هذا باك ممتاز ولسه احتمال يكون معه شي لاعب كمان يساعدني سيليسن بيمباعه هدو لا ما بيمباعه سيليسن ممتاز بس سوكراتيس بدي اتكد بس قديش سعر سوكراتيس بالضبط اوووووو ايه دا 10 الف كوينز يا جماعة ايه 10 الف كوينزها يمدافع ممتاز مكان مين بدي نزله من مدافعين مكان اكي ولا جو جومز لسه والله ما بعرف حاليا تشكيلي شو كنا محتاجين كنا بس بدا نبياع شاء ب lone 4300 كوينز مبلغ حلو بقي مبcuارة بدي اوصل لي ديفيجيون الخامس وما كنت اوصل اوكي قريبة والله كتير من تشكيلتي يعني موقتي والله شوف الدفاع الالماني هادول ممتازين كلهم عنده سريعين عم فكر اني عمل ميكس هيك بتشكيلتي هجومه سريع فراسر هاد سريع والجناح اليمين اللي جبناه وبعناه وكينغ ايضاً اللي جبناه وبعناه هزارد روح روح هزارد هزارد لي بيضيع هيك هزارد سوكراتيس هلوة كانت جمن يخرج هزارد kidding هزارد 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 ثabeth هزارش هزارد سمجح هزارد هزار دиш هاي لا ما بتجي ريباون ليش؟ لأنه ضضي بس اللي تكون معي لازم ترجع من حارسي كان الظهير طالع فجأة وقف ورجع كمّل ايه كمّل كمّل بس بيتي الشوت الأول اثنين واحد بدي بس شوف أعصائيات الشوت من تزديدات ستة على المرمى هدف أربعة تزديدات على المرمى هدفين للخصم سبحان الله مع أني على الطرف الأفضل وما هيك متأخر لازم أني فوز حتى أتأهل على الدفاعات اللي بعده غير فوز ما رح يأهلني يلا يا الله يلا يا الله يا الله يا الله اللي ما بدأت تسجل آه حبيبي يا حبيبي يلا ناجح في الأمام يلا ريتشارلسون يلا حلوين حلوين غلطة دفاع من استغلة وين وين تاركين اللي فوق هذا الحاله ليش عميبعد ليش يفقد الاستحواذ هاته بوكبا هاته بوكبا يا الله مين عنده هاته بوكبا يا ريتشارلسون يو 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 يا ريتشارلسون يو يو بدخو Manual بدخو شو بدخو خل هاته بوكبا اه تخيل لو اتعرقل يا حبيبي بعد لبعيد بعدها 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 يس يس واخيرا والله مباراة صعبة والله مباراة صعبة كانت اثنين صفر يمكن وبعدين حسنا انه نقلبه ويلسون نجم المباراة في تقييم تسعة فاصل اثنين الميرون هازرد يعني ها شوي قدم بس هازرد مشكلته تمركزه لما بنزله بديل بيكون تمركز شوف الاحصائيات اخيل هيك احصائيات وكون مسلا متعادل مع الخصم ولا شي واخيرا الحمدلله احصائيات اليوم بتكون اه تعادل تقريبا وفوزين صرنا يمكن مباراة والله ما بعرف ايه تقريبا خسرنا مباراة يمكن فخلينا نشوف ايوه تسعة وعشرين نقطة واخيرا واخيرا يا حبيبي ايه لو دون قديش رح يزودوني هون سبعمائة وسبعين نقطة على الاقل واحد بيامن شوي مركزه والتصنيف الثاني اخيرا وصلت على الديفجين الخامس والله العظيم امفكر تعرفوا جديا انا امفكر بدل تشكيلتي كله ما معرف ليش يعني هيك انا شايف انه التشكيلة ما عادت معي متل اول بس مشكلة انه ما معي كوينز تمام فالموضوع ازا حبينا انه ساوية رح نستني جوائز الاسبوعية غالبا اني رح اخذ التصنيف الثاني تمام فالتصنيف الثاني بيعطيني احوالي تلاتين الف او تسعة وتلاتين الف كوينز رح اخد الكوينز غالبا ما رح اخد باكيجات فبزيادة على هدول بيكون موجود ما هي عشرة الاف واربعين الف بيصيروا خمسين الف كوينز وايضا عناصر تشكيلتي اذا بيعون ما بعرف قديش ممكن نوصل كوينز بس بنوصل كوينز حلو بس المشكلة ازا بدي يغير ما الدورية الانجليزية عندي سوكراتيس ما بينباع وعندي هذا الزهير لي ما يما بينباع والتنين سعرون عشرين الف فحاليا ما رحوا تصرف شي بس عم باخد رأيكم انتو ازا عندكم شي تشكيلات ممتازة كتبولي انو الحلقة اليوم طولت لدرجة مطبيعية لكن الحمد الله انو بالنهاية حصلنا انو نعمل شي ممتاز فيك ندر اولن وصل النهاية هذا المقطع لا ترسوا اللايك واشتركوا بالقناة ازا ما اشتركتوا وصلونا عشرين الف لايك لمشكلة الدعم على هاي السلسلة يعني كلمة لو عم ينزل اضحت فكل واحد ضغط على اللايك والله ما رح تخسر شي واشترك بالقناة ازا ما كنت تشترك واشترك للكون جميعا بس سبديك عندي اليوم بامان الله